بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم في الآيات السابقة الله تبارك وتعالى المعألة الجهاد والصعوبات المادية والنفسية التي ستواجه المؤمنين وبين جزاء الصبر عليها وفي هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يبين تشريع الحج فإن الجهاد والحج صنوان في المشقة والصعوبات فإن صبرتم أيها المسلمون عليه وامتثلتموه فلكم جزاء عظيم فيقول سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله الصفا والمروة جبلان بالقرب من المسد الحرام من علائم الله تبارك وتعالى الشعائر جمع الشعيرة بمعنى العلامة وأصلها من الشعار وهو الثوب الملتصق بشعر البدن فكل شيء إذا ارتبط بشيء ارتباطا وثيقا يدل عليه يكون من شعائره لأنه علامة له فالمقصود أن هذين الجبلين من الأمور المرتبطة بالله تبارك وتعالى لأنه جعلهما محلا لعبادته بالسعي بينهما فمن حج البيت أو اعتمار حج يعني قصده فالذي يقصد البيت الحرام لأجل الاتيان بالحج أو العمرة العمرة يعني الزيارة من العمارة لأن الزائر يعمر المكان بزيارته فلا جناح عليه أن يتطوف بهما لا جناح يعني لا حرج ولا إثم عليه أن يتطوف بهما يعني أن يسعى بين الصفا والمروة لأن المسلمين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة ليش؟ لأنهم كانوا يظنون حرمة هذا السعي فأنه من أعمال الجاهلية فنزلت الآية لبيان الحكم الشرعي وأن الظن بالحرمة ظن خاطئ هسه السؤال أنه ليش التعبير بلا جناحة في السعي مع أنهم من واجبات الحج ويبطل الحج بتركه عمدان الجواب لأجل دفع توهم الحاضر لأن المشركين كانوا قد وضعوا على الصفا والمروة أصنامهم فكان المشركون يسعون بين هذه الأصنام فظن المسلمون حرمة السعي بين الصفا والمروة فنزلت الآية لترخيصهم فرفع الجناح بعد توهم الحرمة يدل على الجواز الجواز بالمعنى الأعام الشامل للوجوبة أيضاً فلا يدل على خصوص الإباحة بمعنى جواز الترك أو الفعل هذا مثل قول الطبيب للمريض بعد شفائه لا بأس عليك في الصيام فهذا الكلام لرفع المنع يعني سابقاً منعناك عن الصيام الآن نرفع هذا المنع فهذا ميدل على جواز الترك الصوم وإنما يرفع المنع فيدل على الجواز بالمعنى الأعام اللي من مصادقه الوجوب فالآية الكريمة تدل على أصل جواز السعي أما الوجوب فيستفاد من الضرورة والسنة المتواترة والإجماع وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروه فريضة أم سنة فقال فريضة قلت أوليس قال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يتطوف بهما قال عليه السلام كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم أن يرفع الأصنام من الصفا والمروه فتشاغل رجل قد ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إن فلانا لم يسعى بين الصفا والمروه وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه أن يتطوف بهما أي وعليهما الأصنام ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يعني من أتى بالطاعة أو بخير من الأعمال والأفعال تطوعا اللي منها الساعي والتطوع بمعنى فعل الطاعة أي التبرع بالعمل أصله الطوع بمعنى الانقياد فإن الله يجازيه على عمله لأن الله تبارك وتعالى شاكر يثيب على فعل الطاعات ومعنى أن الله شاكر يعني يقدركم ويجازيكم على أعمالكم الصالحة وهو عليم بأعمالكم وأفعالكم فلا يفوته شيء منها وفي الحديث عن الإمام العسكرية عليه السلام يا أمه إن قول الله عز وجل في الصفا والمروة حق فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فأكثر الطواف فإن الله شاكر لصنيعه بحسن جزائه عليم بنيته وعلى حسب ذلك يعظم ثوابه ويكرم مآبه وفي الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وحافظوا على الصلوات الخمسة في أوقاتها فإنها من الله جل وعز بمكان ومن تطوع خيرا فهو خير له فإن الله شاكر عليم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين